وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ لِهَذَا الضُّرْ إِلَّا هُو إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ وذا جمع كلام واضح لو جايك ضر قدره الله تعالى عليك فإن هذا الضر لا يدفعه عنك إلا الله سبحانه وتعالى لأن النفي بعده الاستثناء هذا من أدوات ومن أساليب الحصر والقصر والاختصاص فلا نفي كاشف له إلا استثناء إلا هو كقولك لا إله إلا الله لا إله نافيا استحقاق العبادة عن من سوى الله سبحانه وتعالى إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له فلا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى يبقى لدعلك حجاب تقول بك شف الضر ولدعلك كمون تقول بك شف الضر ولا تلجأ لي فكي ولا شيخ ولا حي ولا ميت إلا الحي الذي لا يموت و تقول يكشف الضر وإنما تلجأ إلى الله وحده لا شريك له والذي يملك النفع ويملك الضر سبحانه وتعالى قال وإن يريدك بخير أي يريدك الله بخير وإن يريدك بخير فلا راد لفضله كان الله دائر به خير ودائر الدخ خير سبحانه وتعالى يعطيك خيرا فلا يمنع وصول هذا الخير عنك أحد غير الله سبحانه وتعالى كي مشتش تغل في السوق بزبائن جائنك وده بقابط فيه وده بقابط أعرف الشغل ذي له مكتوبة لك بتصلك سايق بس أعرف الشغل ذي بتجيك سايق أي حاجة أعرف أنه الرزق ده بيد الله والخير بيد الله سبحانه وتعالى ما في حاجة بتمسكك ولا في حاجة بتمسك منك وذلك ما عفو رد على الناس اللي بيقولوا فلان بحوط وفلان برد الضالة فلان بجيب الرايحة وست الودع وفلان وكذا 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 كله من الضلال ومن الانحراف قال يصيب به من يشاء من عبادي أي هذا الخير من يشاء من يريده هو سبحانه وتعالى ويشاءه هو سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم